هوي بريس نحو إعلام هادف أن نقابته تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 340 درهما إلى 5000 درهم إلى جانب زيادة المعاشات مؤكدا على أن كل موظف حكومي هو مفيد والجميع تأثر بانخفاض القدرة الشرائية وأشار أيضا إلى أن الحكومة كانت تريد أن تبدأ في خفض ضريبة الدخل المفروضة حاليا بمتوسط 38% إلى حوالي 30% وقال إن الحكومة وعدت النقابات بأنها ستتخذ هذه الخطوة في ميزانية 2024 لكنها طلبت تأجيل ذلك بعد الزلزال وفق ما أودته صحيفة الشرق وأضاف أن النقابة تريد رفع الحد الأدنى للأجور من حوالي 3140 درهم إلى 5000 درهم إلى جانب زيادة المعاشات يأتي هذا في وقت تطالب فيه فئات أخرى من داخل الوظيفة العمومية كالصحة والمالية والداخلية بزيادات في الأجور هوية بريس نحو إعلام هادف